موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار ونتابع فيها الولايات المتحدة تعمل على نشر منظومة تاد الدفاعية داخل إسرائيل رادارات ترصد الباليستين من بعد ألف كيلو متر وصواريخ تعترض أهدافها خارج الغلاف الجوي وداخله المفاوضية جاهزة لانتخابات برلمان كردستان ثلاثون ألفا من وكلاء الكينات وألف وخمسمائة عنصر دولي وثلاث عشرة قنصلية لمراقبة الاقتراع وعملية التصويت محمية بكاميرات تخزن الصوت والصورة أفادت وزارة صحة غزة بوقوع العشرات بين شهيد وجريح في مجزرة استهدف فيها الاحتلال مقرا لتوزيع المساعدات بمخيم جباليا الشمالي القطاع ونقلت وكالة رويترز عن مسعفين فلسطينية قولهم إن عشرة أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثين بينهم نساء وأطفال في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المخيم ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر من العام الماضي تعرض المخيم لاستهداف ممنهج حيث ارتكبت إسرائيل مجازر عدة بحق الفلسطينيين العزل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتلى أربعة جنود في هجوم شنته مسيرة تابعة لحزب الله أمس على قاعدة عسكرية جنوب حيفا وسط تصعيد للصراع في لبنان بيان لجيش الاحتلال ذكر أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة سبعة آخرين بجروح خطرة بما أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي بأن تل أبيب سترد بقوة على حزب الله بعد أن استهدف القاعدة وفي السياق نقلت وكالة فرانس بريس عن جهاز إسعاف إسرائيلي قوله إن أكثر من ستين شخصا أصيبوا جنوب حيفا من جانب آخر أعلن حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية أثناء محاولة تسلل إلى جنوب لبنان فجر اليوم إضافة إلى إطلاق صواريخ نحو تحركات عسكرية أخرى إلى ذلك ندد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالهجمات الإسرائيلية على مواقع قوات اليونيفيل تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان مؤكدا أنها غير مقبولة إطلاقا وقال بوريل في تصريح صحفي أن دول التكتل 27 اتفقت على أن تطلب من إسرائيل التوقف عن مهاجمة يونيفيل فيما اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة التي تضم نحو 9500 جندي اتهمت الجيش الإسرائيلي بتعمد إطلاق النار على مواقعها من جانبه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتانياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش دعاه إلى إبعاد عناصر يونيفيل المنتشرين في جنوب لبنان عن مناطق الخطر مشيرا إلى أن حزب الله يستخدمهم دروعا بشرية وما زالت جبهة لبنان المشتعلة بؤرة للقتال الدامي حيث يشهد البلد قصفا إسرائيليا مدمرا فيما يواصل حزب الله جماته المكثفة عند الحدود المشتركة وداخل العمق الإسرائيلي المزيد في سياق هذا التقرير هذا ما تبقى من سوق النبطية التاريخي قصف المكثف طالت جنوب اللبناني ومحى معه معالم أثرية فهنا غارة إسرائيلية دمرت روح بلدة كفرتبنيت بتدميرها مسجدها القديم ليغدو ركامه شاهدا على وحشية حرب يتهم فيها حزب الله إسرائيل باستخدام أسلحة محرمة دوليا بينها صواريخ تحمل قنابل عنقودية رقعة القصف الإسرائيلي التسعت لتطول مناطق متفرقة من شرق لبنان أيضا وأسفرت عن دمار واسع للبنى التحتية وضحايا شملت عاملين في فرق الصليب الأحمر ولم تكن البترونة شمالية لبنان بعيدة عن هذا المصير فالغارات طالت هناك منزلين وسوتهما بالأرض في المقابل أعلن حزب الله وقوع مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال من المسافة الصفر حيث اشتبك مقاتلوه مع متسللين إسرائيلين في بلدة حدودية موقعاً إصابات مباشرة في صففهم كما استهدف بالقذائف تجمعاً لقوة أخرى في مارون الرأس وفي الوقت الذي تقول فيه إسرائيل أنها أسرت مقاتلاً من حزب الله في أحد الأنفاق جنوبية لبنان تتحدث وسائل أعلام عبرية عن حصابة أكثر من عشرين عسكرياً بمعارك التوغل البري ولم تقتصر عمليات حزب الله داخل الحدود الجغرافية للبنان بل طالت العمق الإسرائيلي عبر إطلاق عشرات الصواريخ بعضها أطلق باتجاه قاعدة عسكرية جنوبية حيفاء وفي خضم اتساع دائرة النار ووقوف قوات اليونيفيل في مرمى القصف المباشر سارعت أربعون دولة إلى المطالبة بحماية جنودها ضمن القوات وفتح تحقيق بشان الاستهداف الإسرائيلي لها وفي وقت يواصل فيه نتنياهو الضغط لإخلاء هذه القوات مواقعها الحدودية وهو ما ترفضه اليونيفيل رفضا قاطعا على الصعيد السياسي ما زال الفراغ الرئاسي يعصف منذ قرابة عامين بلبنان حيث يتردد في الأروقة السياسية صدى الأصوات المطالبة بانتخاب رئيس جديد كشرط أساس لوقف إطلاق النار رئيس ذو مصداقية يتعاهد مسبقا وبشكل واضح وجلي بتطبيق القرارات الدولية خصوصا القرارات 1559-1680-1701 تصريحات تعكس في طياتها أبعاد الصراع الداخلي لبناني وتداخله مع الأجندات الإقليمية والدولية ويبقى السؤال الذي يوثق الكاهل لبنان والمنطقة هل ستنجح الجهود السياسية في تعديل كفة ميزان الحرب والسلم؟ أم أن إسرائيل بموقفها المتعنت قد اتخذت قرارا لا رجعت فيه ومن شأنه أن يجر المنطقة إلى نزاع شامل يصعب التنبؤ بنهايته هجوم حزب الله بسربي طائرات مسيرة على جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس يشكل نقلة نوعية للحرب في المنطقة وأذيثبت قدرة الحزب على اختراق المنظومات الجوية لدفاع الاحتلال يتجهز الكيان لنشر منظومة ثاد الأمريكية الأكثر تطورا وكان العشاء الأخير لأربعة جنود من لواء غولاني رأس حربة جيش الاحتلال الإسرائيلي والتشكيل العسكري الوحيد المستمر في عملياته منذ تأسيس الكيان هجوم مباغث شنه حزب الله بطائرات مسيرة والتغطية من رشقة صاروخية كانت كفيلة بتشتيت القبة الحديدية حتى استقرت مسيرة على طاولة عشاء جنود غولاني في صالة طعام ضمن قاعدة للتدريب بالقرب من بن يمينة جنوبية حيفا تنظيم بلا رأس هكذا وصفه الاحتلال لكن حزب الله نجح في شن عملية مركبة ومعقدة استهدفت العمق الإسرائيلي في اختراق غير متوقع للدفاعات الجوية المتطورة وهي معطيات تبرز أن قدرات الحزب التنظيمية والعسكرية أقوى بكثير مما يتصوره الاحتلال وإذ تكشف هذه الهجمة هشاشة منظومة الدفاع الجوية والقبة الحديدية وضعفها أمام مسيرات حزب الله الانقضاضية تعلن واشنطن عزمها إرسال منظومة متطورة مضادة للصواريخ إلى إسرائيل مع قوات أمريكية لتشغيلها ثاد منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية تشكل جزءا أساسيا من أنظمة الدفاع الجوي المتعدد الطبقة للجيش الأمريكي وتحتوي على ست منصات إطلاق محمولة على شاحنات مع ثمانية صواريخ اعتراضية على كل منصة ورادار قوي وهي في طريقها إلى قوات الاحتلال رفقة مئة جندي أمريكي لتشغيل بطاريتها هي مساعي أمريكية مستمرة لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية لكن التوقيت هنا يشي بالكثير فهذا التطور يأتي في وقت يجهز فيه الاحتلال نفسه للرد على هجوم إيران الصاروخي رد تعي إسرائيل أنه سيستدعي ردا إيرانيا آخر وإذ حثت الولايات المتحدة إسرائيل على معايارة ردها لتجنب إشعال حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يأتي هجوم حزب الله وسط توتر إقليمي غير مسبوق ليرسل مؤشرات بأنها حرب شرسة متقلبة وطويلة المدى إذن ثاد هي أكثر بطاريات الدفاع الجوي تطورا ستصل إلى إسرائيل في إطار ردع الرد الإيراني على هجوم إسرائيلي مرتقب ما ميزة المنظومة الدفاعية وما أماكن انتشارها؟ نتابع هذا في العرض الآتي في إطار استعداد الكيان الإسرائيلي لقصف إيران وما قد يتبعه من رد قد يكون أشد خطورة وأكثر تأثير من هجوم مطلع تشرين الأول قررت الولايات المتحدة الأمريكية نشر منظومة ثاد للدفاع الجوي الصاروخي من نوع أرض الجو في إسرائيل بعدما اقتصر نشرها على عدد محدود من الدول لتعزيز الردع تعد منظومة ثاد من أكثر بطاريات الدفاع الجوي تطورا حيث يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل الغلاف الجوي وخارجه وحتى ارتفاع 150 كم بفضل رادار يمكن كشف التهديدات على نطاق يصل إلى 1000 كم وبسرعة تصل إلى ثمانية ماخ أي ثمانية أضعاف سرعة الصوت يبلغ طول صاروخ ثاد الاحتراضي 6 أمتار و20 سنتمتر وقطره 40 سنتمتر وبوزن 662 كيلو جراما عند الانطلاق يعتمد على شاحنة تكتيكية ثقيلة ذات أربعة محاور قابلة للتحرك الموسع وكل قاذف فيها يحمل ما يصل إلى ثمانية صواريخ اعتراضية يعد تصميم منظومة ثاد إلى عام 1990 وهي من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وقد خرجت عام 1992 فيما أجرت أول تجربة للمنظومة عام 1995 وبعد ست تجارب فاشلة نجحت أول تجربة اعتراضية عام 1999 وبين أعوام 2006 و2019 أجر الجيش الأمريكي 18 اختبارا لثاد نجح 14 منها وألغيت أربعة قبل الانطلاق لوجود أعطال لدى الجيش الأمريكي سبع بطاريات ثاد فقط إذ تبلغ كلفة الواحدة منها نحو مليار دولار وتحتاج إلى 95 جنديا لتشغيلها ونحو نصف ساعة لإعادة تذخيرها وتحتوي المنظومة على أربعة مكونات أساسية هي الصاروخ الاحتراضي ومركبة الإطلاق والرادار ونظام التحكم في إطلاق النار محافظ بغداد عبد المطلب العلوي قال إن الاستعدادات قائمة لاستضافة اللبنانيين النازحين إلى العراق جرى الحرب الإسرائيلية على بلادهم مشيذا إلى مشاركة الجهات الأمنية والإدارية المعنية وبقية الدوائر في توفير ما يلزم لهم بهذه المرحلة الرهنة للتعامل مع التطورات والمستجدات والأحداث الأخيرة أقليميا ومحليا والاستعداد في كافة القواطع في كافة القطاعات للتعامل مع هذه المستجدات أو لا سمح الله في حالات الطارئة أيضا تكلمنا عن الاستعدادات لاستضافة الضيوف والأخوة اللبنانيين نتيجة الأحداث التي الآن في لبنان وكيف نكون على جهوزية عالية لإكرام هؤلاء الضيوف وتوفير أماكن السكن لهم وما يحتاجه من متطلبات وحضرت جميع الجهات المعنية في هذا من جهات أمنية من جهات إدارية من دفاع مدني من أجهزة شرطة من عتبات ودوائر المحافظة كلها حضرت اليوم في هذا الاجتماع وأدلوا واستعرضوا استعداداتهم وجهوزيتهم لدينا عدد من الأماكن الجاهزة لإيواء أخواننا وضيوفنا الأخوة اللبنانيين عند الحاجة في الشؤون العراقية قال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات عماد جميل إن المفوضية ستراقب عملية الاختراع بإقليم كردستان بدقة أكثر من المراقبين المحليين والدوليين من خلال كاميرات تسجل بالصوت والصورة داخل جميع المحطات مضيفا أنه تم التسجيل أكثر من 30 ألف مراقب محلي و 1500 مراقب دولي لمتابعة عملية الاختراع نسبة عالية من المراقبة المحلية والدولية في الحقيقة سجلنا ما يقارب لحد يوم أمس 30 573 مراقب أو وكي الكيان أما المراقبة الدولية في الحقيقة وصلنا إلى أكثر من 1500 مراقب دولي سيغطون مراكز الاقتراع وأيضا كل الأحوال هناك مراقبة هي أكثر دقة من مراقبة الكيانات أو المراقبة الدولية المحلية هناك وجود كاميرات داخل كل المحطات والمراكز الاقتراع تغطي الأحداث بالصورة والصوت منذ بداية الاقتراع إلى نهاية عملية الاقتراع الحقيقة هناك إجراءات أمنية وضعاتها للجنة الأمنية العليا الموظفين والكوادر اللي راح يدورون العمل الآن تم تدريبهم بشكل جيد لأن تعرف هذه أجهزة وبرمجيات يابد التعامل معها بشكل صحيح حتى نتلافى تقريبا الخلل والعطل اللي يحصل دائما عندنا في الانتخابات لإجراءات المفوضية واستعداداتها بالنسبة لانتخابات قليم كردستان مستمرة في الحقيقة وأنجزة الأساسية منها برمجياتها أو أجهزتها والمواد اللوجستية اللي راح تستخدمها بيوم الاقتراع إذن يستعد قليم كردستان لإجراء انتخابات تشريعية هي الأولى منذ ست سنوات فيما يخوض المرشحون سباقا تتصاعد وطيرته هذه الأيام للفوز بالمقاعد المئة لبرلمان الأقليم بدورته السادسة نحو الدورة السادسة من الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان تسير المنافسة بين المرشحين بوتيرة متصاعدة قبل حلول موعدها المقرر في العشرين من الشهر الحالي أكثر من مليونين وثمانمائة ألف ناخب يستعدون للتصويت للمرشحين إلى برلمان كردستان بينهم نحو مائتين وستة عشر ألفا ضمن الاقتراع الخاص المقرر في الثامن عشر من الشهر الحالي المرشحون البالغ عددهم ألفا ومائة وتسعين مرشحا يتنافسون على مائة مقعد في برلمان الإقليم ويتوزعون ضمن اتنافين وثلاثة عشر حزبا فضلا عن خمسة وثمانين مستقلا إلى جانب تسعة وثلاثين مرشحا للمكونات الانتخابات النيابية في الإقليم هي الأولى منذ ست سنوات حيث نظم آخر اقتراع عام الفين وثمانية عشر وبفعل الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وأزمة كورونا والسجاد السياسي لم تنظم الانتخابات بموعدها وجرى تمديد الدورة الحالية وقتا قبل أن تقضي المحكمة الاتحادية بنهاية دورتها وتعود أول تجربة اقتراع نيابية في الإقليم إلى عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين حين أسفرت عن انتخاب برلمان برئاسة جوهر نامق أما أول انتخابات بعد عام الفين وثلاثة فوجريت عام الفين وخمسة لعقبها تشكيل برلمان برئاسة عدنان المفتي إلى جنب العراق حيث شهدت مدينة الناصرية احتجاجات وقطعا للطرق والساحات العامة والتقاطعات بالإطارات المحترقة وذلك على خلفية اعتقال عدد من الناشطين في حراك الحبوبي التفاصيل ما بعد الاعتقالات في تقرير أحمد السعيدي حملة اعتقالات طالت ناشطين في الناصرية عادت أجواءها إلى الاحتدام مرة أخرى قطع للطرق بالإطارات المحترقة وعمليات كر وفر واستخدام للرصاص الحي لتفريق المتظاهرين سياسة القفضة الحديدية وتفعيل الدعاوى الكيدية على حد وصفهم لن تجدي نفعا ولن تعيد الاستقرار إلى المحافظة ومن وراءها دوافع سياسية حركت حملة الاعتقالات الأخيرة هكذا يصف ناشطون ما يحدث في ذيقار تلك الدعاوى الكيدية التي تقوم بها الدولة بين فترة وأخرى لتحريكها ضد المتظاهرين وهي ورقة تقوم باستخدامها ضد المتظاهرين حيث قام أمس قياد الشرطة باتخاذ قرارات تعسفية وإطلاق نار حي وكثيف أمام الناس في منطقة الحبوبي وبعين التأييد والتحذير تنظر أطراف في حكومة ذيقار إلى الأمر لكنها تتحفظ على استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة وتعد ذلك مرفوضا ولا يمكن أن يمر من دون حساب نحن كأعضاء في مجلس المحافظة ندعم جهود قياد الشرطة الذيقار في تطبيق الأمن وفرض النظام وتنفيذ أوامر القاء القبض ضد المطلوبين لكن في الوقت نفسه نطلب أن تتم هذه الفعاليات وهذه الخطة الأمنية بأساليب تحفظ دماء أبناء المحافظة ونتحفظ كثيرا على استخدام السلاح الحي في هذه العمليات قيادة شرطة ذيقار أكدت أنها مضية في فرض القانون دون الاتفاة إلى المسميات المتعلقة بالمطلوبين مثل ما لهم حق بالتظاهر هذا المجتمع هم إلى حق بالتسويق بالذهاب للطبيب وانت تعرف أهمية شارع الحبوبي وفعلا أكو ناس شعرت أنه هذا الفعل كان مقصود إفشالهم واللي هم مظاهرين سلمين نسحبوا وبقوا المخربين اللي يحاولون إثارة الفتنة لقين القبض على قسم منعجهم وطلعوا قسم منعجهم مطلوبين للقضاء بقضايا حرق دوائر الدولة واعتداء على موظفين حكوميين وكانت قيادة شرطة ذيقار قد أصدرت أمرا بتوقيف منتسبين أطلقوا النار خلال فض تظاهرة في ساحة الحبوبي احتجاجا على اعتقال ناشطين وصدور مذكرات قبض بحق آخرين من الناصرية أحمد السعيدي في مقبرة المصلة وسط كاركوك تختلط عظام الحيوانات والأموات سوية داخل القبور بقى يقطة أو ببغاوات يرميها مشعوذون لمآرب شريرة والسحر والعهد طبعا على الحفارين التفاصيل من كاركوك لا نعرف عن الدفان سوى حفر القبور نهارا لدفن الموتى لكن ليلا يتحول الدفانون إلى مراقبية القبور خوفا من دس السحر داخل القبور القديمة كاركوك شهدت في الآونة الأخيرة انتشارا لمدعي القيام بأعمال السحر والشعوذة تختلف في طرقها لكنها تشترك جميعها بهدف إيذاء الآخرين دائما نلقى سحر بالشسمه من نرفع قبور نلقى سحر متفون يعني إن شاء الله تثير سحر أنواع على الدفن على الأعابة على ورق على فالينوية الورق على قفول يعني مزدود وشادي نيابة سامير هذا السحر الموجود أي نلقى نلقى اللعبة مجدود عليها بالخيط والتيب ويا أبر حاطين فت خمسة ستة لافين يعني هذا السحر لو نلقى مثلا بيض كاتبين عليه والسحر اللي نفكه دائما نلقى آية مقلوبة خربطة يعني ما تفتهم عليش بس الأسم الطرف المرأة والرجال هم يجون بحيث المقبرة فارغة ما حد بيها يرتاحون يعرفون شون يدفنون السحر وأنهم يدفنونه أوراق مكتوب عليها بلغة غير مفهومة ودما تثقب بمسامير ويكتب عليها طلاسم غريبة وحيوانات تقتل خنقا وتفرغ أحشاؤها ويوضع داخلها السحر أو يكتب على جلدها مجموعة قليلة من طرق السحر الذي يدفن في القبور وبغض النظر عن مدى مصداقية الفعالية لهذه الأعمال فإنها على أقل تقدير تدخل في النصب والأحتيال وانتهاك الحرمات السحارة موجودين هوايا هنا السحارة من يجون يعني ما يخافون الله فإحنا الحفارين قبور هنا فش نسوي إنراقبة من إنراقبة نعرف هذا السحارة جاي فنروح وراها نطلعه أكو يدفنون بازونة يعني يخنقون البازونة ينطفون داخل بطنة ويترسونة أكو أهم شيء البغبغة البغبغة وثالث شيء فات شيء مهم يعني هذا الصابون اللي يغسلون بيه ميت هساني بأيام عندي دليل كلهم صورة إشلون طلعه إشلون أفتحه حتى الأموات لم يسلموا من التخريب والعبث والإساءة فالسحر والمشعوذين يلاحقونهم إلى مثواهم الأخير من كاركوك عمار حامد يو تي في وأكذا تنتهي النشر الإخبارية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة